بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية والذي يأتي هذا العام بعنوان الملكية الفكرية وأهداف التنمية المستدامة بناء مستقبلنا المشترك بالابتكار والإبداع نظمت وزارة الاقتصاد عددا من الندوات التعريفية وورش العمل والمسابقات الهادفة إلى رفع الوعي بالقوانين والتشريعات الوطنية الخاصة بالمصنفات الفكرية وإجراءات حمايتها ودور حماية حقوق الملكية الفكرية في تحفيز الابتكار وتعزيز دور تسجيل براءات الاختراع في توفير الدعم لمجالات العلوم والتكنولوجيا والتحول الرقمي نحو الاستدامة في المصنفات الفكرية